اشتركوا في القناة لا يخلو امتحان final من الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة والدليل هجيب لك سؤال من امتحان final سنة 2007 ونحلو مع بعض الموضوع بتاعنا اسمه canvas يعني canvas الفكرة بكل بساطة لو روحت فتحت الفولدر ده انا عندي هنا رسمة الرسمة ديت عبارة عن الفورم اذا الكنفاس عبارة عن المساحة بتاعة الفورم اللي انا هرسم عليها طب انت هترسم ايه انا ممكن ارسم مربع مستطيل مسلس معين دي الاشكال اللي احنا عارفينها ممكن ارسم مثلا شعاع شمسي وده جاء لهم قبل كده على فكرة سنة 2007 الفكرة بكل بساطة ان انا قسمت المساحة اللي انا هرسم عليها لتسع نقط قادي النقطة الاولى فوق خالصة اهيه وعلى فكرة هتلاقيها زيرو زيرو وقادي النقطة التانية والتالتة لحد النقطة رقم تسعة الفكرة بكل بساطة انا عايزك كل نقطة بتقف عليها تسأل نفسك سؤال مهم جدا ايه هي اللفت بتاع النقطة ديت يعني هل شمالها في حاجة هل قبلها في حاجة هتقول لي آه يا لأ هدي اول حاجة النقطة التانية هتسألني عن الطب بتاعها هل فوقيها في حاجة هتقول لي آه يا لأ يلا بينا نبدأ مع بعض النقطة رقب خمسة هل شمالها في حاجة اللفت بتاعها هتقول لي آه ده انا رسم لك سهم يبقى فعلا قبلها في حاجة ليها لفت ادي اول حاجة طيب نفس النقطة هل ليها طب هتقول لي اه ده انا رسم لك ساهم اه اذا ليها لفت وليها طب اتفقنا ياريت تكتب الكلام ده عندك علشان خاطر فهمه مهم وبعد كده يخليك تحفظه زي ما انت عايز يلا بنا نمسك النقطة رقم 8 هل ليها لفت هتقول لي اه واللفت بتاعها هو هو اللفت بتاع النقطة رقم 5 متفقين ايوة متفقين ولكن الاختلاف هل ليها طب هتقول لي اه ليها طب هل الطب بتاعها هو هو الطب بتاع النقطة رقم 5 هتقول لي لأ ده الطب بتاعها ادي النقطة رقم 8 الطب بتاعها كل الجزء اللي فوق ده لكن النقطة رقم 5 نص الايه الهايت بتاعها فهمناها يبقى النقطة رقم 8 واغد الهايت كله واغد الارتفاع كله أما النقطة رقم 5 واخدى نص الارتفاع فقط مهم جدا هتقول لي واخدى الارتفاع كله ولا نصه النقطة رقم 5 واخدى نص الارتفاع النقطة رقم 8 واخدى الارتفاع كله طيب بالنسبة لللفت كويتز يعني كعرض عرض الفورم النقطة رقم 5 والنقطة رقم 8 هما الاتنين واحد الويتز بتاعهم واحد واخدين نص نص الايه الويتز بتاع الفور طب تعال للنقطة رقم 6 ايه اللي انت ملاحظوا هتلاقيها واخدى كل الايه الويتز بتاع الفور اما بالنسبة للهيت واخدى النص بتاع الهيت اعتقد كده المسألة وضحت وفهمنا ليه انا عامل الاسهم ديت هتقول لي فيه قبلها حاجة هقولك اه فيه فوقيها حاجة هتقول لي ايه اه ولا لأ تعال للنقطة الاولى هل فوقيها حاجة لأ طب هل قبلها حاجة يعني شملها حاجة اللفت بتاعها فيه حاجة هتقول لي لأ هقولك يبقى النقطة دي 0 0 لا لو سمحت عايزك تثبتلي حاضر تعال نفتح البرنامج ونرجع للشغل بتاع زمان انا عندي هنا بوتن ايه دي البوتن الاسم بوتن 1 هخليه في اي مكان وليكن مثلا هخليه هنا وهروح على الكود دابل كريك على الفور هقولك اللفت بتاعها خليه مثلا الاول 0 وخليلي الطب بتاعها 0 لو رحت شغلت البرنامج ايه اللي هيحصل هتقول لي اه هتكون فوق خالص من ناحية الايه اللفت فوق خالص من ناحية اللفت تعال نروح نران البرنامج هتلاقي فعلا البوتن زي ما انت شايف برغم انك انت لو قفلت البروجيك بتاعك كده وروح تفتحت الديزاين مود هتلاقي البوتن مكانه فين مكانه اهو ده في مرحلة الديزاين ولكن في مرحلة الكود لا انا غيرت في اللفت وغيرت في الطب بتاعه اذا اول ما البرنامج بيشتغل بيخلي اللوكيشن المكان بتاع الكمبوننت ده موجود في النقطة 0 و 0 يبقى هي ديت خلاص يبقى احنا كده عرفنا النقطة ديت اللي هو الركن الايصر العلوي الركن الايصر العلوي علشان على فكرة الكلام ده قبل كده جاه في الامتحان طلب منهم الكورنر الايصر العلوي اعمل فيه كذا والكورنر الايصر ولا ايه ولا ده الايمن لا الايمن العلوي اعمل فيه كذا وهكذا طيب الفكرة اصبحت كده واضحة اقدر اننا اتحكم في الاحداثيات ولكن في الشغل بتاعنا الشغل ده انا مش هشتغل بناء على بطن هحدد مكانه امال انت هتعمل ايه لا ده انا هرسم خط الخط ده مثلا هعمل اربع خطوط هيكونولي مثلا مستطيل ريكتانجل هعمل تلت خطوط يكونولي مسلس اذا الفكرة بكل بساطة انا عايز بقى اشتغل بدقة اكتر علشان كده تعاني اتفق اتفاق انت عندك كم نقطة انت عندك نقطتين هم الاحداثي بتاعك مثلا الاكس والواي الاكس والواي مفيش مشكلة خالص الجزء اللي انت شايفه ده السهم ده معناه عرض الفورم العرض بتاع الفورم بنسميه client width هم ليه ناقص واحد ديت هي فكرة ناقص واحد دي انا بعد كده هقولك ناقص واحد ناقص عشرين ناقص اربعين ناقص مية زي ما انا عايز الفكرة كلها انك انت بتقلل من العرض بتاع الفورم client width بتقلل منه واحد علشان مش معقولة هرسم على الحرف لا انا بدخل سنة كده الجوه فهمت الفكرة بدخل سنة طب انا عايز ادخل سنتين تلاتة اربعة زي ما انا عايز اقولك client width ناقص اربعين ناقص خمسين علشان خاطر ما ترسم ليش على الحرف المسألة سهلة طب بالنسبة للارتفاع اعتقد بقى بقت سهلة جدا بالنسبة لك هتقول لي client height ناقص واحد طيب تمام لما اجي اشتغل على الجزء ده كله هتقول لي اه ده client width ناقص واحد طب والجزء ده كله هتقول لي client width client height ناقص ايه ناقص واحد طب و لما اشتغل على نص ال width اعتقد بقى المسألة سهلة client width ناقص واحد على اثنين زي النقطة رقم اثنين ديت النقطة رقم اثنين دي هل قبلها في حاجة هتقول لي اه اللفت بتاعها اهو يبقى الجزء ده عبارة عن ايه عبارة عن client width ناقص واحد متشكر جدا ادي النقطة الاولى طب بالنسبة للارتفاع هل الطب في حاجة هتقول لي لا مفيش حاجة فوقيها يبقى زير اذا النقطة رقم اثنين دي خلاص بقى انا حددتها الجزء الاول فيها عبارة عن الويدز بتاعها والجزء التاني فيها عبارة عن الهيط بتاعها تمام ده رقم واحد دي زيرو زيرو رقم اثنين دي واخدى نص الويدز يبقى client width ناقص واحد على اثنين والهيط بتاعها زيرو لان لسه واقف على الزيرو ما عنديش اي ارتفاع خالص متشكر جدا طب هو ثلاثة برضو ما عنديش ارتفاع يبقى من غير ما تبص عندك الهيط بكام الهيط بزيرو ولكن بتختلف بتختلف عن النقطة رقم اثنين في ايه لانها اخدت كل الويدز يبقى تقول لك client width ناقص واحد ماينفعش اقسمها على الاثنين لو اسمتها على الاثنين يبقى انت واقفين تمام يبقى لما اقول لك client width ناقص واحد على الاثنين الكل على اثنين علشان كده بعمل الاكواس بتاعتي على اثنين يبقى النقطة ديت معناها ايه نص الويدز طب والنقطة رقم ثلاثة لا واخده الويدز كله يلا بنا بقى ناخد شكل الشكل ده بعد لما انت فهمت عايزك تحفظه الشكل ده كان موجود على المنتدى وحبيت ان احنا نستفيد منه النقطة الاولى zero zero ولا ليها top ولا ليها lift متشكر جدا والنقطة ديت هتقول لي client width ناقص واحد على الاثنين وزيرو طب وديت لا اكل الويدز يبقى client width ناقص واحد وزيرو يبقى احنا كده حددنا الثلاث نقطة الاولى يلا بنا عن نقطة رقم اربعة بس على فكرة الرسمة دي ناقصة نقطة والنقطة رقم خمسة ما كتبهاش ما فيش مشكلة احنا ممكن نكتبها احنا فاهمين مش حفظين طيب تمام النقطة رقم اربعة ما لها النقطة رقم اربعة ديت عبارة عن zero ايه الزيرو دي الزيرو دي الزيرو بتاع الويدز ما فيش ما فيش قبلها حاجة خلي بالك ما فيش قبلها حاجة ولكن فوقيها في حاجة طالما فوقيها في حاجة يبقى انت بتتكلم عن الهيط طب وغد ايه وغد الهيط كله لا دي وغد نص الهيط يبقى zero و client height ناقص واحد على اثنين ايه رأيك المسألة اعتقد سهلة جدا اسبكوا شوية تفكروا في النقطة ديت والله ما محتاجة تفكير المسألة سهلة جدا هتقول لي وغد نص الويدز و نص الهيط يعني ايه يعني client ويدز ناقص واحد على الاثنين كما client height ناقص واحد على الاثنين ايه المشكلة المسألة سهلة جدا اقف على النقطة ديت ولو سمحت ما تبصش هنا وابدأ فكر غمضة ايك كده وفكر النقطة رقم ستة ما لها والله ده النقطة رقم ستة وغد نص الهيط تمام ووغد الويدز كله وانا ببدأ بالويدز يبقى الويدز كله يعني client ويدز ناقص واحد كما نص الهيط يعني ايه يعني client height ناقص واحد على الاثنين بالله عليك محتاجة تفكير مش محتاجة تفكير ده النقطة رقم سبعة فضل تمانية وتسعة هم بيشتركوا في حاجة طبعا بيشتركوا في حاجة مهمة جدا ايه هي التلت نقطة اللي هم سبعة وتمانية وتسعة بيشتركوا في حاجة مهمة جدا كلهم وغدين الهيط كله اهو الهيط كله الهيط كله يبقى طعف هنا وتيجي تقول لي حاجة بعد كده كومة انا معرفش الحاجة دي ايه client height ناقص واحد client height ناقص واحد client height ناقص واحد لانهم وغدين الارتفاع كله تمام النقطة دي هيبقى 0 0 client height ناقص واحد لان ما عنديش حاجة قبلها طب والنقطة دي لأ طبعا عندي حاجة قبلها ولكن نص الويتز فقط يبقى client weight ناقص واحد على الاتنين والهيط كله اللي هو client height ناقص واحد هنا بقى دي اخدت كل حاجة النقطة رقم تسعة دي نقطة طماعة جدا ليه وغدى الارتفاع كله ووغدى العرض كله خلاص بقى انت بيت محترف client weight ناقص واحد كومة client height ناقص واحد نرجع بقى للرسمة بتاعتنا الاولى هقف على اي نقطة واقولك لو سمحت كده فكر ثواني النقطة رقم اربعة يلا بنا نفكر ثواني واحدة واحدة معلش اصلك انا مش حافظ وانا مش عايزك تحفظ انا عايزك تفهم لانك انت اول ما تدخل ورقة اول ما تدخل ان شاء الله الامتحان وتمسك ورقة الاجابة في ايديك طالب منك طلب ارسم الرسمة دي ولو بالرصاص وبعد كده مسحة زي ما انت عايزت اعملها كايه كمسودة عندك في الاخر خالص بتكتب نوت ارسم الرسمة دي واعمل لي تسع ايه تسع نقط وكل نقطة اكتب عليها مش حفظ اكتب عليها وانت فهم النقطة رقم اربعة اسأل نفسك السؤال اللي نقلتلك عليه فيها قبلها حاجة هتقول لي لا مفيش قبلها حاجة دي على الحرف خالص يبقى اكتب zero فيه فوقيها حاجة اه ده في فوقيها حاجة في فوقيها الطوب كله اه الهيت كله لا ده انت غلطان ل brat لي gods ده مش الهيت كله انت واقف في النص يبقى نص الهيت يبقى zero كما client height ناقص واحد على اللي اثنين امال زيرو client height ناقص واحد فقط دي موجودة فين دي النقطة رقم سبعة ليه لانه وغد للارتفاع كله او وعتت لغبط هنا client height ناقص واحد على اللي اثنين وهنا client height فقط ناقص واحد مفيش حاجة اسمها على اللي اثنين يلا بينا لغبطك هو انت مهتم اوي بالكلام ده ليه وبتعيده اكتر من مرة علشان لو ما فهمتهوش مش هتحل ولا سؤال من اسئلة الرسم لا ده نقدر احل اه وهتحل غلط خلي بالك اللي انا بقول لك عليه ده مهم جدا 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 تفهم الرسمة دي وبعد كده تبدأ انك انت تحل اي سؤال هيطلب منك شعاع شمسي هيطلب منك منحنة هيطلب زي ما يطلب مش مشكلة هروح اعافع لنقطة رقم ست يلا بينا نفكر مع بعض السؤال الاول هتبص على اللفت هل في قبلها حاجة هتقول لي اه ده قبلها كل اللفت كل الويدز يبقى كلاينت ويدز ناقص واحد على الاثنين ليه على الاثنين ده كلها اهي يبقى كلاينت ويدز ناقص واحد فقط هل في فوقيها ارتفاع اه في فوقيها ارتفاع التوب بتاعها الهايت بتاعها الهايت كامل لا الهايت هنا مش كامل يبقى كلاينت هايت ناقص واحد على الاثنين نسمعها مع بعض كلاينت ويدز ناقص واحد كما كلاينت هايت ناقص واحد على الاثنين خلاص بقى انت بيت محترف وفهمنا المسألة مش ازاي هتدخل الامتحان ترسم لي المستطيل ده وتحدد التسع نقط بتوعك وتكتب عند كل نقطة المسمى بتاعها اهو هنا كلاينت ويدز ناقص واحد على الاثنين زيرو هنا كلاينت ويدز ناقص واحد كما كلاينت هايت ناقص واحد على الاثنين هنا كلاينت ويدز ناقص واحد كلاينت هايت ناقص واحد اخدت كل الويدز وكل الايه الهايت متشكر جدا نبدأ بقى نسمي الله ونشتغل مع بعض هل كده في مشكلة لا اما فيش مشكلة خالص ولكن خلي بالك انا قلتلك ناقص واحد علشان ما تجيش ترسملي على الحرف فقط عايزك تدخل سنة وممكن تقدر تدخل اكتر واكتر واكتر زي ما انت عايز اقدر اقول له مثلا ويتز ناقص 20 ناقص 40 ناقص 60 وهو ده في الغالب اللي بيطلبه منك في الامتحان يلا بينا بقى نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونشتغل وما لين اللي فده كله اللي فده كان عبارة عن لعملية الدروينج لعملية الرسم هنروح على البرنامج بتاعنا طبعا انا فاتح هنا بروجيكت هروح اعمل له save هقول له save all هنا واروح مثلا على الديسكتوب وتعالى تسميه اي اسم هقول له مثلا my project مثلا كام احنا اخر حاجة وقفنا 12 تعالى مثلا نخلي 13 مش هيفرق وبعد كده حرف اليو طبعا اوعى تنسى تكارية فولدر على الديسكتوب تخزن في الكلام ده هقول له my project مثلا كام 13 وبعد كده اعمل save وبعد تنسى تعمل save لمين للبي بي ار احنا بقنا محترفين بقى طبعا من غير حرف اليو واقول له save لو رحت شغلت البرنامج بتاعي يشتغل معايا بدون اي مشاكل ولكن مش هو ده اللي انا اعايز امال انت عايز تعمل ايه انا عايز اشتغل drawing عايز ارسم طب يلا بنا اكتب معايا ملحوظة مهمة جدا للرسم للرسم يتم استخدام two methods اكتب ورايا علشان ارسم محتاج حاجتين محتاج الميثود اللي اسمها move2 ومحتاج الميثود اللي اسمها line2 الموف2 بتحرك الالم والline2 بترسم خط على فكرة انا مش فاهم حاجة حاضر يلا بينا نجي كده على البوتون ده ونروح نغير الكابشن بتاعه بتاعه ونقوله انا عايز اروح اعمل draw عايز اروح ارسم وغير الفونت بتاع الفورم ككل وليكن مثلا الفونت هخلي الفونت مثلا 14 bold واجي كده داخل البوتون ده double click داخل البوتون ده وابدأ اشتغل بقى بالميثودز اللي احنا اتفقنا عليها انت كاتب اسمها فقط يلا بينا هقوله canvas الكنفاس الكنفاس دي حرف السي كابتل حرف السي كابتل واتفقنا الكنفاس دي الهدف منها ان انا بحدد المساحة بتاعة الفورم اللي برسم عليها وبستخدم معاها two methods الاميثودز position الposition بتاع البن الالم ما كانه فين هبدأ ارسم من انا نقطة يعني ممكن واحد يبدأ يرسم من هنا من الزيرو والزيرو واحد يبدأ يرسم من هنا واحد يرسم من النص زي ما انت عايز يلا بينا نبدأ مع بعض هقوله move to وحدد حاجتين مهمين هحدد النقطة الاولى الليفت والنقطة التانية بتاعتي اللي هي الطوب واحنا اتفقنا ان الليفت بالنسبة لي عبارة عن الكلينت ويدز والطوب بالنسبة لي عبارة عن الكلينت هايت طيب لحد الانتمام نفس السطر ده كده هاخده copy و paste وهاجي كده هقوله بالنسبة move to انا عايز بقى اعمل line to ايه الكلام ده الموف to وحرف الام capital وحرف ال capital زي ما انت عارف ان الموف to بتحدد البوزيشن بتاع الالم الالم هبدأ ارسم به منين line to عبارة عن الخط اول خط هترسمه لي هيوصل لفين طيب خلاص كل الكلام ده كلام نظري نبدأ بقى نشتغل الكلام العملي بتاعنا زي ما اتفقنا اول حاجة بروح احدد مكان الالم فبقوله move move to حرف t capital وحرف m capital وبتاخد ال x وال y بتاعها اللي هو client width والclient height هقوله اول حاجة انا عايز ال client width بتاعي يكون client width ناقص واحد وبعد كده هاجي كده هقوله كل الكلام ده على اتنين يبقى هاجي هنا هقوله على اتنين وبعد كده كما وايه تاني وزيرو ايه رايك في الكلام ده لما اقولك client width ناقص واحد على اتنين وزيرو انه نقطة هتقولي اه دي فوق خالص عرفت منين علشان خاطر الزيرو وفي النص علشان خاطر client width ناقص واحد على الاتنين يلا بنرجع الرسمة اهو client width ناقص واحد على الاتنين وزيرو يبقى انا هبدأ اخلي الالم يعمل move للنقطة دي وبعد كده ابدأ ارسم ممكن ارسم من هنا لهنا فلو قلت له من هنا لهنا يبقى انت هتقوله ايه client width ناقص واحد كما client height ناقص واحد على الاتنين طب تعالي اعمل الكلام ده يلا بينا مش انت خلصت الموف يلا بينا بقى نشتغل بمين بالline 2 هقوله line 2 وهشتغل بالنقطة اللي احنا لسه محددينها من شوية تعالك كده على الرسمة علشان خاطر ما تنساش هاجي كده اهو طبعا اتفقنا انك انت اول ما تدخل الامتحان ان شاء الله هتعمل الرسمة دي عندك علشان خاطر احنا مش عايزين نحفظ هقوله client لاحظت حاجة حرف C capital وبعد كده width حرف W capital هقوله client width ناقص واحد خلاص كده كما وبعد كده هفتح الاقواس بتاعتي علشان خاطر هقسم اللي هيجيلي ده على L2 ايه ده client height هقوله client height وحرف C capital وحرف H capital ويا ريت تكتب الكلام ده صح ممكن تاني حاضر انت عندك حاجتين مهمين جدا الحاجة الاولى اول حاجة هتفكر فيها لحد الان معايا علشان بعد كده هنغير الكلام ده اول حاجة هتفكر فيها معايا انك انت تروح تعمل move لل pin تحدد pin position تحدد موضع الالم الالم اللي انت هترسم بيه هترسم منين هرسم من النقطة ديت وانت خلاص بقى انت فهمت وحفظت مش هنكرر الكلام ده اكتر من مرة هتقول له move 2 والنقطتين دول client width ناقص 1 على ال 2 كمى 0 اهو يبقى الالم هيكون مكانه هنا وهبدأ اشد خط لحد فين النقطة رقم كام انت اكيد عارف 1 2 3 4 5 6 يبقى النقطة رقم 2 دي النقطة بتاعة الالم والنقطة رقم 6 دي النقطة بتاعة ال line 2 اللي انا هبدأ ارسم الخط باتجاهها يعني تمام عبارة عن client width ناقص 1 وال C capital وال W capital بعد كده اعمل كومى client height ناقص 1 على L 2 وعرفنا يعني ايه ناقص 1 طبعا هنا انا ناسي كلمة ناقص 1 يبقى انا كده شغال تمام اروح بقى اعمل save all وشغل البرنامج بتاعي واضغط على draw طبعا ادي الفورم بتاعتي هاضغط على draw زي ما انت شايف ايه اللي حصل اعتقد بقى المسألة مفهاش اي حاجة خالص ايه اللي انت استنتجته استنتجت ان انا اول حاجة بعملها اهو في الشغل بتاعي باشتغل بالمثود اللي اسمها move to علشان احرك القلم هنا بعد كده باشتغل blind to علشان خاطر ارسم خط لاي نقطة انت عايز يجي واحد يقول لا انا مش عاجبني الكلام ده حاضر اما لحضرتك عايز تعمل الحدث بتاع move to واحد اهو move to وهو انت هتبدأ من هنا اتفقنا وعايز ترسم فين عايز ارسم لحد هنا يبقى zero client height 1 على 2 هقول zero client height 1 على 2 يلا بنا نشغل البرنامج بتاعنا نشغل البرنامج مفيش اي مشكلة خالص ادي البرنامج وهقول draw رسم لك الخط زي ما انت عايز هل انت كده شايف اي مشكلة لا اصبحت كده بقى المشكلة بتاعتي سهلة جدا والمسألة بتاعتي سهلة جدا اقدر ان انا حلها زي ما انا عايز يلا بنا نبدأ نعمل بعض التعديلات زي اي double click كده ونبدأ نشتغل مع بعض ويا ريت وانت شغال خلي الرسمة موجودة معاك يعني تعال كده هخلي الرسمة دي موجودة عندي وابدأ ان انا اشتغل هاجي هنا واقول اي اقول client width 1 2 0 يبقى هتبدأ من اين هبدأ من هنا وبعد كده line 2 انا عايز اغيرها عايز ترسم من اين عايز ارسم من client width 1 2 2 client height 1 2 يبقى هو قصده هنا في النص بالظبط يبقى هتيجي هنا وتقول client width ناقص 1 على L2 طبعا تعمل الاقواز بتاعتك علشان الكل على 2 تمام بعد لما تنقص 1 تقسم على L2 هاجي بعد كده على فكرة دينا بيقول لك ايه x و y صح كده int x com int y هعمل com وابدأ اشتغل على L y هقول client height وابدأ تكون كتبناها غلط لا كتبناها صح c client height هاجي كده اقول حرف e i g h t ياريت نكتبها صح ناقص 1 ولكن الكل على 2 تقدر بقى ترسم اي شكل انت عايز الكل على 2 يبقى قصده النقطة رقم 5 ديت ويريت برضو تكتبها عندك عبارة عن نص width ونص height يبقى client width ناقص 1 على 2 client height 1 على 2 اجي بقى كده روح اعمل save all وشغل البرنامج بتاعي وقول draw هيرسم لك خط الخط ده خط vertical علشان هيجي لك في الامتحان بعد شوية ويقول لك عايزك تبدأ من هنا وتنتهي الحد تحت خالص تحت خالص هو مش انا اسمت height اه عند النقطة رقم كام احنا هنا وقفنا 6 يبقى 7 8 يبقى انا عايز ارسم الخط كامل يبقى لازم اجي عدل مفيش مشكلة تعال نعدل هتيجي كده اهو اسمها ايه client width 1 على ال 2 و client height 1 من غير على ال 2 ديت اهي هشيلها يبقى client height 1 علشان نرسم الخط كامل زي ما انت عايز انا بحاول ان انا انوع في الكود علشان انت تفهم كل المسائل هعمل save call وهروح اران البرنامج بتاعي وهقول درو هرسم لك خط الخط ده بيقطع الفورم نصين بيقطع الفورم نصين لو سمحت انا عايز الخط يقطع الفورم بالمنظر ده اه يبقى لازم النقطة يبقى يجي كده وابدأ اشتغل على الرسمة بتاعتي الاولى انا عايز الالم يكون عند النقطة رقم 4 ده ايه ده move 2 والline 2 يكون عند النقطة رقم 6 علشان خاطر اقطع الفورم اطع ايه اطع عرضي جميل جدا تعال نروح بقى على الرسمة الاولى اللي احنا كاتبين فيها ويلا بنا نروح على الرسمة ديت ونبدأ نعدل في الشغل بتاعنا اول حاجة هتقول move 2 انت بقيت professional هتقول 0 وبعد كده عايز client height على فكرة height مكتوبة هنا غلط يا جماعة height هنا مكتوبة غلط مفروض حرف i الاول وبعد كده حرف li علشان محدش يطلغبط client height ناقص 1 الكل على 2 عايز تعمل رسمة انت بنفسك خلاص انت بقيت فهم اعمل الرسمة اللي انت عايز يبقى هبدأ من move 2 بتاعتي ال pin position وضع الالم هيكون هنا عبارة عن 0 واللي انا عامله جميل جدا سمع حد بيقول لي انت عامله ده دي كما تمام 0 client height 1 على ال 2 انا كده خلصت move 2 وضع الالم move 2 هيكون هنا يبقى عبارة عن client width 1 من غير على الاتنين ديت وبعد كده client height 1 الكل على اتنين المسألة بقى مش محتاجة تفكير انت فهمت اعمل الشكل اللي انت عايزه لو الرسومات دي مش عجباك اعمل الرسمة اللي انت عايزها المهم تحدد لي 9 نقط تمام وتبدأ تكتب عند كل نقطة دي عبارة عن ايه علشان انت لما تخش الامتحان ما تقعدش تفكر ما تقعدش تفكر لا انا خلاص فكرت اول مرة وابدأ اشتغل بقى زي ما عايز جالي سؤال جالي اتنين جالي عشر اسئلة ابدأ احل من رسمة واحدة 9 نقط وكل نقطة فيها البيانات بتاعت طيب تمام لو سمحت نرجع حاضر وهو ده اللي عايزك تعمله في الامتحان ترجع مرة واثنين وثلاثة على شغل الرسم علشان الناس بتطلغبط طيب move to وضع الالم اهو zero وclient height ناقص واحد على الاثنين واتفقنا لكلمة height هنا مكتوبة غلط مفيش مشكلة هكتبها انا صح انا عارف يعني كلمة height يعني ارتفاع وال C capital وال H capital وال M بتاعت move to capital وال T capital خلاص ولما اجي اقول له على الاثنين بروح اعمل اقواس كده علشان خاطر اقول له الكل على اثنين تمام النقطة دي عبارة عن client width C capital و W capital ناقص واحد خلاص تمام وال height يبقى الكل على كام على اثنين يبقى لازم اعمل الاقواس بتاعتي client height ناقص واحد على الاثنين اروح بقى اشغل البرنامج ورن واقول له عايز اروح اعمل درو يطلع للخط اللي انت شايف تقدر بقى تنوع زي ما انت عايز في الشكل اللي انت عايز وحسب ما هو طالب منك ايه رأيك بقى لو نصعب المسألة شوية يعني ايه يعني تعال كده هقول له انا عايز ابدأ من اول الخط الرسمة هي قدام مني عايز ابدأ من اول النقطة اللي هي عبارة عن client width ناقص واحد على الاثنين يبقى هعمل الاكواس بتاعت ديت اهي على اثنين وبعد كده zero همسح كل ده واكتب zero هتقول لي دي فين نص العرض فوق خالص ادي نص العرض فوق خالص يبقى ديت تمام لحد الان ما فيش اي مشكلة خالص انا بدأت بالجزء بتاع الموف 2 ولو سمحت عايز line 2 يكون client 位置 ناقص 1 على 2 client 位置 ناقص 1 على L 2 تمام ادي ادي اللي انت عايز طيب والنقطة التانية عايز هتكون height height ناقص 1 على ال 2 اهو client height ناقص 1 على ال 2 وعايز ك ترسم لي خط تاني سوري عايز وخط يبقى هاجي اقول له عايز line 2 تمام وابدأ بقى اقول له عايز اخر نقطة هتكون هنا ليه عبارة عن 0 يبقى هاجي كده هامسح الكلام ده وقله 0 وبعد كده client height 1 على ال 2 client height 1 على ال 2 لا لو سمحت السطر الاخير ده انا مش فهمه ليه انت اشتغلت بالmove 2 وحددت الالم هنا ورسمت لحد هنا اللي هو نص ال width ونص height client width 1 على 2 client height 1 على 2 من نفس المكان شد خط لحد هنا يبقى هاشتغل بالline 2 هقول 0 وclient height height 1 على L2 بس يبقى line 2 قادر رسم بها اكتر من الخط زي ما انا عايز رسمت الخط وبعد كده الخط التاني اروح اسيف واشغل البرنامج بتاعي بيقول لي عندك مشكلة ليه client width height 1 على L2 client height 1 على L2 انا مش شايف اي اخطاء اه هو عنده حق فين على تمام بنتعلم برضو من اخطاء اروح اشغل البرنامج بتاعي واجي كده اقول له طبعا هزر بس الشكل كده اقول درو رسم لك زي ما انت شايف خط تقدر بقى تشتغل زي ما انت عايز احنا الميثود الاولى اسمها move 2 بتحدد مكان الالم والline 2 بتعملي عملية رسم لخط مستقيم باحداثيين ال x ال y ال client width ال client height طبعا لو كان فيهم واحد موجود بكتبه مكانش بكتب زيرو ولو كنت عايز نصه بقول client width ناقص واحد على الاثنين ولو كنت عايز نص height بكتب client height ناقص واحد على الاثنين يلا بينا انت جاهز بقى كده تحل امتحانات ايه ده على طول اه طبعا سؤال جالك في الامتحان يلا بينا نحله مع بعض هروح على الفولدر بتاعي وهفتح كده عندي امتحان سنة 2007 يلا بينا نحل السؤال صفحة 13 الامتحان ده كان عبارة عن 20 سؤال هاجي كده اقول له عايز صفحة 13 ونبدأ نحل مع بعض السؤال ده السؤال سهل جدا جاي بيقول لك عايزك ترسم لي مسلس اشتركوا في القناة